اشتركوا في القناة لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبائي في الله فمع كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل نعيش هذه الأمسية بمشيئة الله وما جاء من أمسيات إن كان في العمر بقية إن شاء الله جل فعلا واخترنا الطبعة التي حققها الشيخ وصيل الله عباس وهي مطبوعة في مجلدين طبعة أولى وثاني عند أر بن الجوزي الدمام وهذا الكتاب إخواني في الله يأتي في وقت يحاول بعض الناس أن ينبز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصرح بالشتم والسب وهذا أمر خطير وخطورته تكمن في أعظم شيء من يعرف ما هو أعظم شيء عندما تشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عندما تنتقصهم فضل أحسن هذا أكبر خطر لأنك عندما تطعن في الصحابة فأنت تطعن في نقلة الدين نقلت القرآن نقلت السنة فعندها لا وزن للقرآن ولا وزن للسنة فتعظيمك بالصحابة رضوان الله عليهم هو تعظيم بالقرآن وتعظيم للسنة لأن الله اختارهم لنقل كتابه ولنقل سنة نبيه لنقل كتابه ولنقل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتعالوا بنا نعيش مستفيدين من المحقق حيث فرز لنا الصحيح من الضعيف وقصر لنا الأوقات حتى نستفيد من عمله وحكمه وشغله رقم خمسة نعم فضل عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مدة أحدهم ولا نصيفه انظر لا تسبوا أصحابي إياك أن تتجرأ على سب أي صحابي أصحابي العموم أي صحابي وكان من أوائل الداخلين في الإسلام أو من أواخر من دخل في الإسلام فلا ينبغي لك أن تسبهم وحقيقة تعريف الصحابي فيه خلاف بين أهل العلم ولكن الراجح هو أنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم اكتب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام فهذا يسمى صحابي سواء كان صغيرا أو كبيرا متقدما أو متأخرا نعم هم درجات كما سيأتي لاحقا ولكن أقلهم لا يسب لا تسبوا أصحابي وماذا يترتب على ذلك وماذا وكيف يوصل النبي صلى الله عليه وسلم لنا الصورة قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب أحد وهو الجبل العظيم في زمانه صلى الله عليه وسلم وهذا الإنفاق من جبل هو غير موجود جبل ذهب لكنه يخيل لك أنها قيمة الجبل الذي ستنفق أنت من ذهب كمثل جبل أحد ومن هذا الذي عنده جبل ذهب ومع ذلك لو حصلت جبل أحد من ذهب وأنفقته في سبيل الله فلن تدرك أقل الصحابة لن تدرك أقل الصحابة بل لن تدرك مد أحدهم ما هو المد اجتماع الحفنتين حفنة بيد عند اجتماع الحفنتين يسمى إيه مد ولا نصيفة يعني ولا حفنة إذن الأمر جد خطير ويحتاج منا إلى انتباه وإلى دقة رقم 6 عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفهم نفس الشيء بس طريق آخر نعم رقم 13 عن عبد الله بن أبي أوفى شكع عبد الرحمن عن الشعبية عن عبد الله بن أبي أوفى شكع عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد فقال يا خالد لما تؤذي رجلا من أهل بدر لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله فقال يا رسول الله يقعون فيي فأرد عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صده الله على الكفار هذا الحديث يبين فضل الصحابة وفضل خالد وفضل متقدم وأنه المتأخر لم يصل إلى درجاته ومع ذلك خالد تأخر إسلامه لكنه عوض بأنه خدم الإسلام والمسلمين بتوفيق الله له بسيفه فكم من إنسان يدخل على الاستقامة منذ الصغر كم أنت في المساجد وأنا ابن سبع سنين اللهم بارك هل سرقت؟ لا هل زنيت؟ لا هل أكيت ربا؟ لا هل أفطرت رمضان؟ لا لا هل فعلت الصلوات؟ نعم في جماعة؟ نعم هل حجج؟ نعم صمت؟ نعم ما شاء الله لكن ما هو مشكلته؟ أنه لا يتعدى الخير إلى غيره فقط الخير لنفسه فبالتالي إن تعلم فلنفسه إن صلى فلنفسه لا هذا الشخص ليس له منافسة بين الصالحين وإنما المنافسة أمو الخالد جاء متأخرا لكنه سبق غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نفع الإسلام والمسلمين بسيفه فاسأل نفسك ماذا تنفع المسلمين؟ تصلي لزاك الله خير صلى لنفسك تطلب عليه ممتاز هذا إيه؟ لنفسك نريد منفع للغير أين هي؟ وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فهناها خالد لكن بيّن له أن له فضلا عظيما رقم 14 عائشة أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم وقال أبو معاوية في حديثه ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم إذن أمروا بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لهم فضل علينا فبدل أن يستغفروا لهم سبوهم وخرجت الشيعة والخوارج لذا قال بعض السلف اختلفوا في الاسم واتفقوا على السيف هذا اسم غير هذا اسم لكن كلاهما متفق أن يذبح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح المعظمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه أكبر مشكلة وهو فساد التصور والمعتقد فهذا أكبر خطر على أمة الإسلام وخصوصاً وخصوصاً إذا كان شاباً صغيراً كما حدث عن طريق جيل التسعين خربوا البلاد اسم الربيع العربي والديار هم يظنون نفسهم يحسنون صنعاً والآن جيل الألفين لا حول ولا قوت لا بلا تنصاروا يشوفوا جيل التسعين أتبلى شايفهم شوي قالوا خلص اللي ظل منهم هذول اتركوهم منا نشتر الآن عمين جيل الألفين ولا فهم ولا علم وأقنعوهم أنهم من أهل العلم والفهم فبالتالي إذا أذاك فهو يتقرب إلى الله قوم خلينا نجلد الشيخ سفيان مثلا ليش؟ نتقرب إلى الله هذا يثير الفساد في المجتمع يثير الفساد يقول قال الله قال رسوله فيقنعونهم شاب صغير عمره عشرين 22 جيل ألفين يلا لك الجنة اذهب وجلد الشيخ سفيان جنة جنة مش ببسلوب هاد بقعدوه قعدات ومش رحولوه وبنقنعوه خطوة خطوة استغفار بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فعلوه فماذا فعلوه سبوهم أمروا بالدعالي العلماء والمشايخ يسبو المشايخ يسبو الذين يعلمون الناس الخير يسبو الذين يخرجونهم من الظلمات إلى النور يسبونهم ولياذب الله طب رقم 15 عن ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد فلما قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أمره انظر قال لا تسبوا يريد الأخ يخرج قراءة تفصيلية لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلما قاموا أحدهم ساعة الساعة التي قضاها مع لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مع لقاء النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره ماذا يخطر في بارك من أعمال فأعمال الصحابة تفوقك رقم 20 عن ابن عمر يقول مكرر أيها لا تسبوا لا تسبوا أصحاب محمد فلما قاموا أحدهم ساعة ساعة خير من عبادة أحدكم أربعين سنة نعم خير من عبادة أربعين سنة 23 عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الغار وقال مرة ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال فقال يا أبا بكر ما ظلك باثنين الله ثالثهما إذا ننظر الله ثالثهما الآن بعدما تكلم عن فضائل الصحابة بشكل عام بدأ يذكر فضيلة من؟ أبا بكر أبا بكر رجل المواقف الذي لا يعرف في الإسلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا وقف لخدمة الإسلام ما قدمه أبا بكر أبا بكر الذي فرح المشركون بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى السماء ففرحوا وجمعوا القوم وقالوا لا حدثهم بما حدث معك وهم يضحكون لأنهم قالوا الآن سيرتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر أتعرف ما يزعم صاحبك؟ قال ماذا؟ سبقوا يعني قبل ما يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم رجع في ليلة فقال أبا بكر إن كان قد قال فقد صدق فإني أصدقه بأكثر من ذلك يأتيه الخبر من السماء نعم الرجال مواقف أنت في موقف معين بحاجة لمساعدة تتفرج اللي حواليك اللي كنت تستنى منهم هؤلاء تتوقع أنهم يساعدوك ما أحد يساعدك لا أبو بكر مباشرة فسمي بأبي بكر الصديق مواقف أنت بحاجة إلى نصرتك بحاجة إلى تأييدك ترفع إليك عني لا مبكر كان غير ذلك فكان رضي الله عنه مصدقا صديقا فهذا الموقف أيضا عندما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا كانت المفاجأة أنهم وصلوا إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ثق بالله يا جماع ثقدك بالله طبعا الرواية فإذا بحمامتين وبخيوط العنكبوت هذه رواية لا تثبت لا تثبت ولا تصح وإنما الصواب أن الله طمس على أبصارهم من غير حمامة ومن غير خيوط العنكبوت وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله هي العليا تخلي الثقة بالله وش الثقة بالأشخاص أو بالأسباب فهنا يا أبو بكر شعر بالخطورة فقط ينظر أحدهم إلى قدمي لا يش لا أبصرنا ورآنا ولكن الله عز وجل صرفهم نعم 24 العروة أو عمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر يا الله ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر أبوين عثمان وكان ينفق طيب كيف مال أبي بكر نفع للمسلمين أكثر مع أنه عثمان دفع أكثر كيف صارتها ما نفعنا مال أبوين عثمان ما نفعنا مال أبي بكر الإسلام فكر ووق كل مال أبوين عثمان ما نفعنا مال أبوين عثمان ما نفعنا مال أبي بكر يا جماعة النفق في وقتها تفوق أن تكون في وقت آخر أنا بدي منك نصرة بدي منك مساعدة عشر دنانير الآن لو جبت ليها بكرة ميت دينار فماذا؟ المساعدة لم تحصل أنا بديها الآن عشر دنانير فكان أبو بكر في وقت الشدائد ماله موجودا فينفع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا بعض الناس كلاهما يريد أن يتبرع إلى مسجد حضرتك ماذا تريد أن تتبرع إلى المسجد؟ قال أنا فرجت في المسجد المسجد في قيد الإنشاء فوجدت ما في مصاحف فأدأت برع من مصاحف ممتاز وكل واحد بيقرأ في المصحف فهذا صدقة جارية الآخر قال يا أخي أنا تتبرع بالمسجد ديش أنت بدك تشتري للمسجد مصاحف؟ قالوا بألف دينار قالوا لا أنا سأتبرع للمسجد بألفين دينار مين أكثر؟ ألفين لكن أمي أبو الألف أجر أكبر كيف صارا؟ ألف أجر أكبر من ألفين؟ نعم لأن أبو الألفين قال والله أنا بدي الزخرة فيه تحطوا لأسماء الله الحسنى أقول لك فيها إثم كمان وشاني مش بس أنفقت وين أنفقت؟ كيف أنفقت؟ قال والله صوت لأمي بير هاي وكتبوا عليها صدقة جارية وصوروا له إياه وبعثه وكذا وإشوه ممتاز شو البير اه والله مضخة هي 18 متر تحل بنشفن بعد شهرين خلص خلصة المه خلي ثلاثة شهر هذه الصدق مش جارها امتعد يعني العبرة ليس بالمال فقط وإنما أين تضعها والوقت فكان أبو بكر عنده هذا الفقه عنده مال ينفقه في أحسن الأوقات وفي أكثر الأشياء نفعل للمسلمين واحد قبل فترة جاي ببريق وضو للجامع قالوا ننكوم هنا بريق وضو أحسن جايب هنا مستفدنا مستفدنا صدقتك كله وظل يضعوها في المستودع حتى تبلع عمين ما يجي دورهن بكون شمالهن هن الثنتين شمالهن خربهن أين تنفق في مكانه جيدا محمد راغب الطباخ شيخ شيخنا الألباني ساوى شيء ما بخطور في البال فتنه حقا كتاب معالم السنة للخطابي وأراد أنه يطبعه وما وجد حدا يساندو راح باع بيته باع بيته ليطبع كتابا ينفع به المسلمين اعتبر الآن هو الوقت المناسب ببيع البيت شو بدي في البيت يعني نمت بالأجار ولا نمت تمليك ما انت أخرتك فيها القبر وليش أتملك شو بدي فيه خلي الأولادي يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم فبالتالي هذا حال أبي بكر إذن لما غلب أبو بكر ما له الصحابة واحد ينفق المال في أحسن الأوقات اثنين ينفق المال في أحسن الأماكن وأحسن الظروف وهذا هو الفقه انظر إلى شيخنا الألباني كما حدثني أحدهم قال جئت والشيخ الألباني وقلت له أيها الشيخ تعرف أننا بحاجة إلى مسجد في هذه المنطقة قال نعم فهل أنت تتبرع قال فاعطاني ثلاثة آلاف دينار في ذاك الوقت ولكن قال اجعلها في الأساس انظر فقه الألباني اجعلها أين في الأساس أنا ناقصت بتروحي تسويه المئذنة وهي لنجزت من السنة المئذنة لنجزت من السنة وكلفتها نصف كلفة المسجد ولا حول ولا قول انظر فقه الألباني هذا هو فقه أبي بكر خمس وعشرين عن أبي الهوائرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعني النار القط ما نفعني النار أبي بكر يعني غيره نفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس مثل أبي بكر ما فيه أيوة فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله يعني يا رسول الله قاعد تمدع فيه كله إلك يا رسول الله ومع ذلك أنا مقصر وهذا ما يسميه ابن القيم ماذا عبودية التقصير أن تفعل أحسن الأفعال وتقول أنا مقصر أما حضرتك بتصلي والله أكذب عليك والله يا نتارك صلى الله مقصر شو ذلك أنت مجرم شو ما تبقى تقول مقصر تقول لا يرى عليك الزللا ولا خطأ ولا حراما ولا فريض ضاعة منك تقول والله إحنا مقصرين وين صليت الفجر حضرتك اليوم والله مقصرين صلينا في البيت لا لا تقول مقصرين أنت وضعك صعب هيك مين اللي بقول مقصر والله صلينا في المسجد الفجر بس إحنا مقصرين ها وتحكيها مش بس ألسان مع الاعتقاد كيف أنت والديك بريتهم ما معهم ليل مع نهار طب أبوك مريد مرمى على الفراش بل بصفوت نظف عليه عبنظف عليه أنا مقصر ها أما شو رأيك في حدا فيك وساوى اللي ساويت لأبوي ولأمي ولأعطريش أنت صفر أنت تنتبه لهذا الكلام فهذا حال أبي بكر عبوديات تقصير النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح وزكاش وبدك أحسن ومع ذلك يقرب تقصيره كيف إحنا في هذا الزمان ما الله صدقت ب300 دينار واحد يشيح على الفيسبوك واحد بقول له يلا صورني وأنا بتصدق واحد يا جماعة وإحنا في المسجد النبوي واحد بقول له الثاني صورني وأنا بقرأ قرآنه وقعتين بدردشوا مع بعض قاله وده كتصور قاله أعوذ خليك أستنع شوي رب الحال مرائي مرائي نسمع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته لحقنا به إلى المسجد ليعتكفن طلع النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي فتخل المسجد فرأى أقبية أربعة أربعة أقبية قال ما هذا فقالوا يا رسول الله هذه أقبية لشائك استأذنك فقال آآآه البر تردنا كل هذا بتكن بر اعتكاف أولا أنكم شفتوا واحد أجسرتوا إيش رحكتوها فخاف عليه إيش من الرياء فقال لن أعتكف دقى الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي على الرياء عند أهل بيته وهذا حال أبي بكر ما تسمع 26 نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ولم يذكر فبكى أبو بكر نعم هذه رواية أخرى 28 عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر نعم 29 عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر 30 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أحد ما نفعنا مال أبي بكر طبعا هذه الطرق منوعة تعمد أن يذكرها الإمام أحمد حتى لو رأيت طريقا فيه ركاكة فانظر إلى باقي الطرق نعم 32 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجا أو قال زوجين من مال راه قال في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم هذا خير هلم إليه فقال أبو بكر هذا رجل لا توى عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط إلا مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر وقال وهل نفعني الله إلا بك وهل غفعني الله إلا بك نعم من أنفق زوجا أو قال زوجين من مال قراءه قال في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا مسلم هذا أنه كان ينفق في سبيل الله قال هذا خير هلم إليه مكافأة ومن بين من أبو بكر رقم 38 قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور النبي صلى الله عليه وسلم والآن عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار يعني يزور أبو بكر كم مرة مرتين صباح ومساء الشبعانين من بعض في ناس هو قاعد عندك بتقول أنت يروح وفي ناس تشفعش منهم طب أنا شفتك المساء مش تكتر لك الصباح مش قاعد طرفي النهار الآن نعكس الأمر فتزوج عائشة فأبو بكر فرصة الآن أزور مين النبي صلى الله عليه وسلم أزور مين ابنتي رحم فأجى على بنته في يوم مين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عندها يعني هو كان مين كان وزور بنته وإيش في غير وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس من النسائب والصواب أن يقال المصاهرة بيعتبر حاله دمه ثقيل فكل شوي لا بدناش ندايق عليكم بدناش نأخش يأخي اعتبرني ابنك أنا في بيتك وأنت في بيتي نأتبر حنا بيت واحد وشيخنا الألباني طبق هذا عمليا مع صهره فعندما كان يأتي من الشام ليزور ابنته في الأردن كان يتوقف عن القصر والجمع فقيل لها هلست مسافرة قال بيت ابنتي هو بيتي يعني وصل العلاقة الصلة بينه وبين صهره أنه هذا بيتي ولا أشاعر بأي شيء آخر غير بيتي ولكن للأسف في هذا الزمن يعني يبتل الأمور رسميات و شوف شو أبو بكر ساوا نعم نعم أيوه فل جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس من اللي رافع صوته عائشة 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 يعني إذا مرتك رفعت صوته عليك تغطول بالك مش هلاك البوكس ولا أسنانة تاكي قدامك ما بتعرف إنه أنا بطل المملكة في الملاكة بوف بطل المملكة خور وأنت ما كده عشين هزيمة انظر نهى وهذا عقدة كثير من المتزوجين اللي زواجهم ما مفلح ما عنده إشي اسمه الصبر ومدارات الزوجة كثير من الناس شيخ والله شيخ لي مسحور مسحور خير شو مالا كان والله ما إلي اسموع منزوج ومشاكل مشاكل ليش يا أخي ناقشت في عشر مسائل المرأة هاي هو الغلطة المرأة لا تناقش انت مش مسحور انت مخبول أول قاعدة بالتعامل مع الزوجة انها لا تناقش وإنما دارها تعيش بها سايرا صح كلامك انت مش تامع أصلا شو بتحكي صحيح كلامك مية من المية طب أنا شو حكيت خلاص صحي مية من المية مش شو حكيت أنا قاعدة فكر بكلام فاضي زيه وهذا العريس الجديد مشكلتنا في الوثان الجداد أول غلطة شو مالو بناقش قال يا أخي والله إنه كسرت في النقاط أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فالحل ايش؟ دياله تعرف شو سوت في؟ شو؟ رفعت صوتها علي طيب هي رفعت صوتها علي وما ظلش ولا السن في ذمها شو دك تركب العطقب؟ ما صدقنا ولا سنان شو تعدد عرف شو سوت؟ شو؟ رفعت صوتها علي امي هيك النسوها برفع صوتها وامك مين؟ عسب للرسول؟ بس هي امي وضاك الرسول تعامل فاشل رفعت صوتها علي مين؟ علي ابوي عسدقني ابوك بفهم جدك عشر مرات مع انه عامل نساوي حالك طالبين انت شو ابوك ساوي؟ قال والله ضحي كلا هيك من الشباب قبل فترة اجع صلاة الفجر روح بقوله شيك لك ملبوس قيلو غير افرز عينيك وهمر حمر قيلو رجل الليل ما نمتك الولاد ونكذلها بالمستشفى طبحت منيح اللي عرفت اجع الفجر اصلا معطر اليوم عن الدوام ده روح نام قال ها اول فكرت اكمع ملبوس مبالغات احنا نقرب السحر ونقرب الماس لكن وضع بهذا التوسع هذا كلام باطل بعد طلعت ايش عيادة واحد فاتح لنا عيادة الراقل فلاني تبرى لتستمر هذه شو عيادة ايه وفي زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عيادات ولا كان في من وين جايب الكلام هذا يا اخي قال مش اخذوا هذا كعارض مش عارف انا يعني شوف ابو بكر رضي الله عنه افهم الحياة الاسرية انت اللي مجننيننا نص المشاكل رايح عن نقاشات ولكن ليش بتناقش بناقش لأخت أختك بتتناقشش ما هي برضو دون ساعة وامك اماك اول واحد لا تناقش قال ما هي امي معها شهادة زمان هي هاي اللي معها شهادة هي هاي اللي مسكينة بزيادة كمان شوف ابو بكر شوف 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 وكثير من المشاكل بتدخل الاخ بوقف مع اخته بتصير ملحمة اخر ايش بتصالح الزوج وزوجت وبرجعوا حبايب وبيظلهم تمشكل مع مين مع صهره وبيجي يزور اخته لا بيستقبله مشاكل انتهت بين الزوجين وين صارت بين الناس لانه هذا جاهل اختك جاي ماك لي قتلي هو هتوقف معها يا اختي كل بيوت مصير فيها خلينا نسمع منه وتنشوف ايو والله بنعرف ابو احترم ايو انت وكلا الله وزي ما ابو يصابر على امي ايو جلس صابر عليك وكلا الله الحياة بتمشي هسه براجه هسه بشوف شوف توقف معها وين وهذا اللي ضربك والله ما اخليه نام الليلة والله لا روح له على الشغل بتاعه والله احرق الدق الشغل جاهل احنا يعني بس هذا حديث ابي بكر رضي الله عنه معلمنا الادب شوف 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 ساوا شوف اقرأ الحديث فأذن له فدخل فقال يا ابنة ام رمان وتناولها اترفعين صوتك على رسول الله اذا نوقف ضد مين ضد منته ما قالوا يا رسول الله ما رجو زيت ازعلتها ايه مش بنوال الحكاة يا رسول الله دلعها يعني صحيح انت رسول الله بس في عمور الدنيا اه انتم معلم بعمور دنياكم مني بتضي خوض بالله شوف نوال حكاة على طول وقف ضد مين بابنات ايه ايوه قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها مين اللي فزعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ومكان اتناولها بسرعة بس هوا هددها ايه فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم حماية فشافت الموقف ايش ابوي شمال اللي انا متكي عليه شماله ما نعته احسن ايش اضل عند مين عند زوجي اما يقول لها البيت اللي رباكي ما راح وخلاكي خرب بيت بنته كمل قال فلما فرج ابو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها هلت يقول لها يترضاها يعني مرتك بدك تسمح كلام حلو واجب عليك شرع طلع لها كلام حلو انا ترين اني حلت بين الرجل وبينك ها عشان فزعت لك قال ابو عبد الرحمن ايوه قال ابو عبد الرحمن احسبه وقال ثم جاء ابو بكر فاستأذن عليه اعود رجع ابو بكر ورايح جاي بنفلت الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخو جوزه بنت ليش عشان الرايح جاي حجب حاجة ايوه ايوه ادوا الرجع سابس معي شو فالهم بضحكوا قاعدين ايه طيب قال فأذن له فدخل فقال ابو بكر يا رسول الله اشركاني في سلمكما كما اشركتماني في حربكما ما هي وقت السلم مش رضيين تحكوني ليش بتضحكوه ووقت الحرب اشركتمون ايه هيك الحياة الاسرية لو ابو بكر وحاشاه حتى لو مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم صارت المشكلة معاه وصار هناك مصادمة مع الصهر هذا رايحين نحاوض يتصالحوا مين الزجين وتطلع انت بايش بسواد الوجه يا حبيبي اكثر المشاكل في هاي الزمان اذا استمرت الحياة الاسرية مش بين الزوجين بين الشخص واصهاره يجيك صهر جاهل واصطلحت اصطلحت ان امرت ولا حول ولا قوة الا بالله على كل حال بقي رقم 39 وبها ننهي عن عن نعمال ببشير رواية اخرى فقط استاذن ابو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد عرفت اعرفت ان عليا احب اليك من ابي مرتين او ثلاثا استاذن ابو بكر فدخل فاهوى اليها فقال يا ابنة فلانة الا اسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة